موسيقى أهلا وسهلا فيكم متابعي فيسبوك لها طل عليكم بحلقة جديدة من علموضة وضيفتي اليوم هي ميشيل خوري من أبرز مدونات الموضة اللبنانيات قدرت تتميز بالعديد من المجالات جمعت بين عالم الهندسة والدكار والموضة وهي سفيرة للعديد من العالمات التجارية العالمية وهي معنا اليوم تتخبرنا أكثر عن مشوارها وعن سر نجاحها كمدونات موضة أهلا وسهلا فيك ميشيل معنا هون بستوديو لها موسيقى كيف تشكرك أول شيء وشكر لها ماغ لأستقبلكم لعلي نحن كثير مبسوطين أنت معنا اليوم موسيقى من كل هلا اليوم بدو يعرف عنك أكثر عن حياتك وكيف قدرت وصلت للي انت عليك كيف قدرت أول شيء من حي الكيل نقول بانشور من الجديد للكيل المشوار كان صعيب مش بسهولة يعني محل ما أنا اليوم أخد معي خمس سنين يعني أنا من ديسمبر 2012 أنا على ديتشتال ميديا المشوار صعيب منه هايين هو اللي خلاني اتقدم يمكن وصلت لمطرح كان في عندي استابلتي أو متل ما بنا نقول اللي بتجمدنا بمطرح يلي خلاني تقدم لقدام هو محاولة دايما لتقديم الأفضل للمشاهدين الأفضل عم نحكي مش دايما الأفضل من ناحية الصورة أو هالفوتوشوت أو يلي عم نقدمه للمشاهد بس هو بالمحاولة التقديم الأفضل كمان من ناحية المضمون يلي عم قدمه للمشاهدين وين الصعوبة إلت في صعوبة وين الصعوبة يمكن لما يكون حدا عم بيشوف الانستجرام بيج تبعك بيقول انه بس انه لوكس وبتحطون وهيك وين الصعوبة الموضوع الصعوبة تكمن بعدة مطارح انه واحد فيه يوقع بخانة ما يظهر منه انه يضل يعيد حاله وخاصة اذا انت المشاهد عم بيشوفني وانا مش عم بعطيش يفيده لإله يعني بس اذا عم بيشوفني انا مني مجلة يعني مني ريفيو دو فوتو ولا انا طوب مدال يعني مفروض انا كون عم بعطيش شي يفيده له وهون انا جربت حسن بالبيج تبعي وجربت بلش اعطي المشاهد شي هو يستفيد منه مش انو عم الفوت بس تيتفرج على صورتي تقدرت انا قدمت وهذا ساعدنا اقدم قدمت رح نحكي بعدين عن رسالتك من ورا يعني او شو الهدف طبعيك من ورا الانستغرام بيج بس قبل بدي اسألك عطول من شوف مدونات الموضة بيعتمدوا على الانستغرام بيج طبعا بينما انت عندك بلوغ فاشن باي ميشيل خبرينا اكتر عنه وليش انشأتي بالحقيقة البلوغ بلشت فيه يمكن سنة من بعد ما بلشت بالانستغرام اساسته يمكن لاني انتيرير اركيتكت انت اي ام بزنس وومن لانه تفكيري تفكير بزنس يمكن هالبيج هي انا اساسته تقدر اعطي معلومات اوسع البلوغ يعني مش بس بيحكي عن اشيه فاشن او ديزاين بيحكي كمان عن اشيه ارتستيك عن اشيه انتيرير ديزاين حتى فالبلوغ قدر يعطيني بقدر اعطي معلومات اكبر يعني اكتر من هالديقة يلي احنا منقدر نطلع فيه على الهوالي تسيب الانستغرام او بالانفورميشن بالمعلومات بالكابشن او المقطع يلي احنا منغطيه بالانستغرام قدرين نغطي مسيحة اوسع بالبلوغ بالاضافة انو عملت انا كمان اليوتيوب تشانل تبعي يلي انا من خلاله كمان بقدر اوصل ميسجز اكبر واطول لكل متابعين يعني البلوغ تبعيك مش بس هو عبارة عن موضة وفاشن بيتضمن كمان اشيه عن الانتيرير ديزاين نحن عارة عن احنا من فاشن اوت فاشن الانشف مؤمنت وايسان كمان عن اخذ موضوع يبدون يحكي عن قطال حلو انا عدت فيه بيحكي عن اينايس ريسورنت انا فين انصح المشاهدين يروحوا ل عنده لانه امي امي احنا لانه وايس افراد يفتو بيحكي بوايقه وايس افراده وفي مجرارة على جهاز عديده وكيف اجتك الفكرة انه تكون عندك فاشن بلوغ؟ هل هي من زمان انت مثلا هيدا؟ لا ابدا ابدا بالحقيقة هلا اللي هو فوتني على الانستغرام حتى او الفاشن عالم الفاشن بحت حاله بلاشت انا هو بشغف وحب لألي مثل كل ست مثلا يمكن بتحب الفاشن او بتتابع الفاشن بس شغلي كانتيريور اركي تيكت بالدول العربية وخصوصا مع عدة اميرات بالدول العربية فحبا هو كان للفاشن اللي شوفوها من خلالي انا بلبسي او بمتابعتي هني ساعدوني وجروني اصير اكتر اكتر متطاق كيف يقولوا بالعربية يعني تخوضي اكتر اذا بدك هالبارت من الفاشن يعني فهني ساري طبوا مني مساعدة بالنسبة الاختيار بتعرفيني بحبوا كتير ديزاينر الليبنانية فساري يقولوني مين بتفضلي يعني مثلا بدنا عنا عرس من مين من البس يعني من شغلات هيك بسيطة يعني فصرت انا عم طابع المودة اكتر وهالباش كانت تتعطيهم تغطية على مش بس عالم الانتيريور ديزاين لانو عالم الانتيريور ديزاين عند البيتج للانتيريور لوحدة فتتتعطيهم تغطية لكتشين نوفلتيز وطبا احدى الفاشن ويكس كمانا يقدروا يشوفوا ويطابعوا اذا كانوا هني موجودين بالوقت نفسه هيدا اللي بدي اسألك هي انو شفنا نحنا على صفحتيك عم بذكرت انك انت انت انتيريور اركيتاكت فاشن كنسولتنت وبراند امباسادر وين لقت نقطة تتلاقي بيناتون؟ هني بالحقيقة كلهم بيكملوا بعضهم بيكملوا بعضهم من اي ناحية زي ار اول بيتعلقوا ببعضهم من ناحية البيوتي بيوتي ان ديزاين فلان يرى بيوتي انت بي شقفة اميش بتنقيه بتحطيه عصوفا نفس الشي يمكن ان ترى بيوتي ان ادرس بنايس فابريك نايس كات نايس ديزاين فكلهم بيكملوا بعضهم بفرد خاني يعني بيكملوا بعضهم كيف بيختلف اسلوبك عن اسلوب غيرك من مدوينة الموضة يعني في كتير الايقدر الواحد يتميز بده يكون عنده اختلاف معيان كيف بيختلف متل ما قلتي ممكن سابقا بطريقة بتنجرب منعية حالنا بس انه بطلت انا عم ركيز على قصية ان انا عم اقدم صورة جميلة فيه تركيز كبير وهلأ عم بشتغل على حالي على هيدا البارتي اللي حبلش نقدمه بشكل دايم للمتابعيني هو انه بش بس انا عم اقدم صورة حلوة بس لحيكون فيه مضمون هني توكت انفولفت فيه يعني يكونوا قدريني شاركوني بهال المضمون يعني مثلا مثل هلأ انا عم بعمل كوليكشن فرو هلأ لحنا حكي عنا بعد شو هلأنا عم باخد رأيهم انا عم بصنع هالكوليكشن شو رأيهم لانه هلأخد ولا عطه هو الديجيتال ميديا افترول شو هي ديجيتال ميديا هي اخد وعطه بيننا وبين الكميونيتي اللي حوالينا فأنا عم جارب كمانا اقدر عطيهم فاشن تيبس اقدر عطيهم ستايلينك تيبس يقدروا يستفيدوا من الباش تبعي مش بس كصورة هني فيتين عم تفرجوا عليهم اي بس كمانا يعني يوهف تبالترس يعني لتكسب يسيقتون اكيد بده يكون اللوكس تبعوليك عم تتاعم تختاريون بيدقه فيه اسلوب معين عم تتبعي فيه شي بيميزك عن غيرك بدي اعرف انا شو اللي بيميزك عن غيرك يعني انت كيف تختاري اللوكس تبعيك على اي اساس شو ستيليك هلأ بالنسبة للوكس تبعي اجمالا شرق السيل دائما بيخدها بعين الاعتبار هو انو اللوك يكون مناسب للمناسب اللي انا رايحة عليها اذا انا رايحة احضر فوتبول ماطش مفروض كون لبسي كاجول ستريت ستايل اذا انا جاي مع المقابلة معك مفروض انا كمانا اكون لبسي شي طلي تكون مناسب للمناسب الجمهور ما كون لبسي كتير مزلط اذا انا مني بسهرة او طالع على تي في يعني يمكن الشغل اللي بتميزنا انو بعرف نقي اللباس للمناسبة اللي انا رايحة عليها مما انو انت you're an influencer وفي كتير بيتابعوك وبيحبوا ستيليك بدنا نستفيد من هالشي ونحكي عن هيدا انو كيف تختار اللوك المناسب للوقت المناسب لانو يمكن هلأ عم نشوفي مبالغة ولا شو رأيك هلأ في شغلة مهمة بدي اقول لكل اللي بيحبوا فاشل مثلي انا انو ما نوقع بخانية انو هلأ دارج هيك يعني لازم نلبوس هيك يمكن اوقات الجسم شكل جسمنا ما بيلبق لها الترنت يعني مزبوط يمكن دارج كتير قصير بس الاجرين جرية مثلا انا شكلي نجاسة منتحت انا نصحاعة يعني بيرجى على البيض دائما ناخد بعين اعتبار كيف الشيب تبع جسمنا ونجرب نطبق من اللي بمودة ومن الفاشن شو بيبق لنا احنا وكمين شغلة مهمة بدي اقولها انو مش ضروري اذا الشي برندد ففينا نحنا نلبس شوسير يعني حزاء نيحة هادي طلعت عم نحكم نيحة باللغة ففينا نحط نحنا يمكن شوز او باكس تكون برندد بس فينا نكون عم نلبس تيب عند انا افتا برندس بدون ما نسمي برندس نعمل دعايا لحدا اللي هنى المتناول الكل يعني الكمورشال برندس وننبس شلي دارش مثلا مثل هلا دارش الشاك الجري مزبوط مزبوط يعني كل البرند البيج نيمز من نازلينو بس كمانا فينا نلقيب الكمورشال برندس هلا بعد شوية راح تخبرين شلي دارش بس هلا لحنا ناخد بريك ورح نرجع مع ميشال لنقلكم كتير اشي حلوة ترونا في هذا العدد من مجالات لها تشارك في بروتشيكت رانوي يسرى أسراري وحياة الخاصة عدد خاص عن أحدث التقنيات والجراحات التجميلية ونصائح الاختصاصيين من أجل شباب دائم نجمات هوليوود هكذا تحدينا علامات الشيخوخة هشام سليم هذه حقيقة خلافي مع يسرى نصيب زيتون لا أقرن نفسي براغب وعاصي ووائل قصي خضر تعرضت لصعوبات وهكذا تجاوزتها صفحة غنية من الأزياء والفن والمطبخ وأصبح للمرأة العربية مجلة جانا ميشيل خبرنا بليز وين لقيت حالك أكتر بالانتيرير اركيتكت او بعالم الموضة؟ بتاعفي هلا ما بشين يعني هدا السؤال ما بقدر بتخير بيناتهم مش انه مثلا انا بلاقي حالي أكتر بالانتيرير او بلاقي حالي أكتر بالفاشن متل مقلت انه عالمين بيكفوا كتير بعضهم لقلي انا شخصيا لانه يعني ما فيك انت تشوفي انايس ارتورك لوحة الرسمة متقدرية او انايس سكولتشر كمان متقدرية ونفس الشي كمان وين يو سي انايس ديزاين درس مشغول مطرز حلو كمان ما تعرفي شو قيمته فبالنسبة الانتيرير ديزاين الو وقته ولو زبونيته والفاشن هي اذا بديك كمانا هي part of the business بالنسبة الي صارت اليوم الى وقته وشغله بس هي اذا بديك فيها نوع من المرح اكتر او او اكي انه هالنوع من الشغل فيه شوي من التسلية اكتر من الشغل كام مع الانتيرير ديزاين بس فيه part بتلاقي فيه حالك اكتر يما لا اصيق ولا الي مين من البلوغرز بتحبي استيله او اسلوبه او اللوكس طبعه ولا ما في حدا اذا بديك محدد بيخطر ببيلي كبلوغر يعني بس انه فيه مثلا هودا كالتاني يلي هي هودا بيوتي من الاشخاص يلي انا كتير لفدتني تقدمه وين كانت وكيف قدرت من وراء الانستغرام تعمل a business out of it وصارت هلا عنده a big line of makeup and she is a big entrepreneur فيمكن هي من الاشخاص يلي انا يعني دايما بشوف وبلحق تقدمه تمشين انا حسن بحالي تسير بها stage هيدا اللي بدي اسألك فيه شي ببلوغر هلا اكيد يعني المنافسة هي part من النجاح هل فيه بلوغر بتحسيها انه كتير قريبة لستيلك يمكن انت هلا بتخبريني اكتر شو اسلوبك بس بتكون قريبة كتير بتخليك انه بدك تعطي احسن بدك تعطي اكتر بدك تعملي فيه شي ببلوغر فيك تسمي اسمه بتعطيك هيك حافظ لتعطي الافضل يعني بتعرفي ام بسو بزي امي لاي في كشغلي يعني انا كبزنس وومن يعني ما عندي وقت انا اقدر اتطلع او فوت بتفعهات صغيرة انه مين احسن لا هي مش اسخة مين احسن هي اكتر اكتر انه لا انه ليك اه حلو لك تباعه ليك ستيلة قريبة من ستيلة انا كمان لازم اتطور انا كمان لازم اعمل تعرفي هو حفظة دايما نفسي يعني دايما انا بطلع وين كنت وين انا اليوم لوين بدي اوصل اوكي اوكي صب تعتمدي على الاجبات أعتمد على هيس ميجبات هي هني اللي اهم الشي فهايدا اهم الشي قللي شو ستيلك ازا بدنا انقول له انووري اان انت اكتر بتعتمدي على الكلاسنس اسم الايجم او يمكن انتكت لديها الميكس اند معاش كيف يعمل او يمكن حكيني عنشي هالك شوية بديشبهوا مطلع عليك هينم المنيسبة اللي بتخليني انا نقي تيبة بس بما اني انا امرأة عاملة في أكتر الأوقات بيكونوا اللوكس طبعي are not street style أكتر مور مور سمارت سمارت كاجول هلا من دون شاك يعني الويقين بيكونوا with family time this is the street style بيكون the time I need to be in sneakers بس تاكتر كيف تاكت تاكتر تاكتر مزبوط تاكتر مزبوط كيف تاكتر مزبوط كل البيجرات like Givenchy Balmain Yves Saint Laurent هم كلهم غيروا حتى بشكل انهم هم بقدموا لالكلاينت ونقلوا بالستيل لأنه هيدا هو التكنولوجي حتى السهرة حتى في ساقطين السهرة سعمسوه مع بايكر جاكت يعني صار كتير كل شي لازم يكون كاجول هايده تراند بس هايده 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 كتير منشوف كتير ايقونات الموضة بيحطوا على الانستغرام بيج تابعون انه هن هنه هل عدد الفولور ستار بيخول الفاشينيستاز او البلوغرز بيخولون انه يكونوا خبراء صورة بـ بالنسبة لهدا السؤال يعني مافي واحد يعطىه لحالو هيك مكتسب هيدا سؤاله انا مافيني اقول انا انتيرير ااركيテكت وانه مني درسي انتيرير اركيتيكتشن مافيني اقول انا ا ام اارت واندي على البيتش طبعه وانه مني عندي دراسة فيها يعني مافيني امانه تايتل مكتسب يعني مفروض واحد يكون عنده دراسة باللي هو عم بيقول انا بعرفيه ايه؟ بسيطة كيف بيصير في عنا نفرق بين الاشخاص يعني ما بعرف كيف فينا نصير نفرق بين الاشخاص يعني عن جد هم مخوّلين يكونوا فعشن كونسولتنس وبين لا يعني حسياً بس is one of the job ads يعني المالسرة انت إذا بتعملي بيتك وتعملي انتيرير طبعه يقول لك انه إذا سألت عن هال انتيرير اركتكتكت يقوله شو شاي هو مشاريع شو عامل حتى بالنسبة للامج كونسولتنس يعني هو لزبون لازم يكون هو مسؤول على اختيار الشخص المناسب لقله ويقدر يفرق من اللي عنده الخبرة او الشخص اللي بيدعي انه هو بيعرف على الشغل يعني البرتفوليو اذا بدنا تقول اكزاكلي مفروض يكون فيه خبرة واضحة يعني قديش صار اليوم ايكونات الموضة إلون تأثير كبير على خيارات الناس وعلى الحملات الإعلامية من دون شاك انه مع التكنولوجي والديجيتال ميديا اللي موجودة صرنا كلنا منتأثر بها الشغلة يعني اني مغنية سنجر فينا نقول مثل مايا دياب لح تحكي عن العالم العربي يعني مثلا مايا دياب هيفا وهبي قدينا نحنا بنتأثر باللوكس تبعون هلا هنه يمكن منهم فاشن بلوغرس بس مجرد ما هنه صورة لإلنا فنحنا كلنا بنتأثر هنه شو بقدموا كمانا بلا أنه كل شي صار موجود على على السوشال ميديا و على ديجيتال ميديا هل بتعتبر ايها شي سلبي ام ايجابي من الانستغرام يعني هل الناس اللي عم تتأثر كتير بشو عم تشوف على الانستغرام هل هيدا شي سلبي ام ايجابي انا بعتبره لا سلبي ولا ايجابي هيدا واقع و هيدا واقع نحنا بدنا نتقبله يعني كيف نحنا من خمسة عشر سنة تقبلنا صار في شي اسمه موبايل فونز أو من ستين سنة تقبلنا التكنولوجيا اللي هو انه صار في عنا تليفان نحكى فيه زيز ازاي تكنولوجيا موجودة هلأ بغض النظر يعني ما بيخد أنا لا بوزيتيف ولا نيجاتيف بقول أنا هيدا تكنولوجيا وبدنا نتقبلها هلأ انت انت شخص معروف كثير على انستغرام هل بتخافي على بنتك كامام من الانستغرام ولا مش بخاف بس اذا بدك أنا بجرب حافظ قدمة فيه على خصوصياتهم فأناس بدت طلع صورة حدا من عيلتي بتأكد انه هن موافقين اني انطلع هيدا الصورة لانه أنا افتر اول فتت ع هالمجال باختياري الخاص وعلى وعي عوين انا فتت و انا عارفة انه صح هالمجال يمكن فت على خصوصياتي كعيلي بس انا عارفة انه هيدا اختياري وانه انا قمت فيه لانه انا احبت هذا الانجاجمينت مع الكميونيتي انا احبت كيف هن بيقدروا يدخلوا بحياتي بمجالات مطارح معينة وهالاخذ والعطية اللي هو شغلته بالدجية الميديا الا ما يدفع حقه كالكبار ايه تاكس سيستب عطول بيكون عنا هدف من وراء اي شي من ادمن انا ممكن حكيتي انت قبل شوية بس هنرجع نركز هلأ علي شو الرسالة او شو الهدف من وراء الانستغرام بيج تبعي او هل هي بس بلاتفورب لعرض اللوكس يلي انت بتقومشين ومتعمليون هلأ بتنحكي بكتير صراحة انا مني انجي او يعني انا مش هدفي هدف انساني يعني اذا كون عم بحكي هيك كون عم بحكي حيالا شي هو هدفي اول شي هو انجاجمنت مع الكميونيتي انجاجمنت مع الناس اي تراي تو كيف هابينيس توهم سرو وات اي برموت يعني انا بجارب اعطيهم فوزيطي فيبس وبحيول اعطي النوع من الفرح والاجابية بكل شي انا بحطوه بلاس يلي هو هلأ انا عم بشتغل عليه وعم بزيده يمكن كان اقل شوية على الصفحة عندي هو انو يصير عندي انجاجمنت اكبر من خلال اني انا اعطي فاشن تيبس وانجاجمنت مع الناس فيه يكونوا عن الفاشن فيه يكونوا عن الانتيريور فيه يكونوا عن الليبستاين هيدا بخلي انا المشاهد طبعي دايما يكون هو موجود يعني كيف نقول فيه تداخل بين بعضنا فيه اخدوا عطا بين بعضنا وبكون انا عم قدم له شي ما يزهق من هالباش طبعي مثل ما قلنا امماني انا عم قدم بس الصورة فهو المضمون يعني دايما واحد يجب يشتغل عليه ويحسنه بتي قدر يأغير الماضي شو بتقولي عن الفاشنستازي اللي بيستعملوا الانستغرام كبلاتفورم بس لعرض الصور يمكن فيه اشخاص ناشحة يمكن فيه اشخاص ناشحة بهالدمان فيه اشخاص يمكن هنه اجسامهم بتعطيهم الادران ويكونوا طب مادلس وفيه اشخاص كتير اسمي ناشحة انت مانيك ضد لا لا ماني ضد انا لك انا ام هاري بوزيطة وانا ايام كيف ديقول انا دايما بيطالع بالاشخاص بالايجابية فاذا الشخص هو ما عم يعطيك سلبية من خلالهو اللي عم بقدموز عم يعطيني صورة حلوة انا ما عندي ممكن ما بتتمثلني الي انا بس انا ما عندي مشكلة فيها طيب لحناخد بريك ولحن ترجع تخبرينا عن مجموعة الفير الخاصة فيك وشوف تختاريه ونحكي عنا اكتر اشتركوا في القناة المترجم للقناة